ليه الناس تنتخبك وما تنتخبش هاني العدال لا ليه الناس تنتخبك وبس بلاش النص التاني طيب يعني ليه الناس تنتخبك وبس ما هو لازم يكون لك مزايا عن هاني العدال لا مزايا بتاعتي مش عايز أخش في الجدال ده أنا بقدم سيفي محققة خبرات تمت علم موجود إدارة رياضية موجودة نجحات تمت في الرياضة موجودة عباءة مالية الحمد لله الواحد يعني تصرفوا من جبكو يعني على نادي الزمالك لا لا وهذا خطأ اللي عاوز يسدد ديون النادي كاملة ويضمن مستحقات القادمة لنادي الزمالك ييجي وإحنا كلنا هنوسع له كلمة أخيرة وقت بيخلص كلمة للجماعة العمومية أرجوكو تحكيم العقل وإرضاء الزات اختيار القايمة الموحدة مش فرد لكن فيه مميزات كتيرة جدا هو الأسرع هو الأأمن الأسرع الناس هتشتغل تاني يوم هو الأأمن مفيش خلافات هو راحة نفسية ومستقبل مستمر لنادي الزمالك مفيش خلافات مفيش نزاعات ناس مذكرة وعرفة كل واحد عليه إيه إن شاء الله إن شاء الله هتلاقوا رد فاعل وسرعة في الأداء من القيمة الموحدة إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا مهانس شام ناصر مرشح على مقعد نائب الرئيس لنادي الزمالك وزي ما قلنا إحنا جازين نستقبل أستاذ هاني كابتن هاني العتال ونحن على مسافة واحدة من كل المرشحين نتمنى التوفيق لنادي الزمالك من قلبنا والله مش من بعيد شكرا أعزاء المشاهدين